طيب في الفصل كنت بحاول أعرف برضو حيثيات قرارات لجنة الانضباط بخصوص مباراة الأهلي والهلال السوداني وكلنا عارفين الفترة الأخيرة كانت فيه شكوى رسمية تم تقدمها من النادي الأهلي وبالأمس كان فيه اجتماع مهم جدا للجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لنظر في عدة شكاوي وتقارير خلال الفترة الأخيرة كانت من ضمن الشكاوي المقدمة أمام لجنة الانضباط شكوى النادي الأهلي فيما حدث من تجاوزات في مباراة الهلال السوداني على مدر الأمس واليوم بتواصل مع المصادر عشان نعرف إيه أبرز القرارات ولكن الإجابة الرسمية التي تلقتها منذ قليل أن لجنة الانضباط اجتمعت بالأمس وأصدرت قراراتها ولكن تم إرسال القرارات إلى الاتحاد الإفريقي للأمانة العامة المسؤول عنها بالتأكيد السكرتير العامة فيرونين بومبا وفي التوقيت المناسب سيعنل الاتحاد الإفريقي خلال الساعات القادمة القرارات الرسمية الخاصة بشكوى مباراة الأهل والهلال السوداني دي معلومة رسمية تلقتها منذ قليل من رامون هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قال اجتمعنا بالأمس تم مناقشة كل الأوراق والملفات تم اتخاذ كافة القرارات ولكن الإعلان الرسمي سيكون من قبل الاتحاد الإفريقي وتم إرسال القرارات إلى الاتحاد الإفريقي وبالتالي ننتظر الإعلان الرسمي أعتقد خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل أنك تفيشة كوي أخرى في ملفات تانية مهمة جدا لا تقل الأهمية عن شكوى مبارات الأهلي والهلال السوداني لجنة الانضباط اجتمعت وبحثت بالأمس وتم إصدار القرارات وإرسالها إلى الأمانة العامة وسيعني للكاف القرارات خلال الساعات القادمة لكل وسائل الإعلام وبالتأكيد عن تابع هذا الملف خلال الفترة اللي جايه دي كانت نقطة مهمة جدا انتوا عارفين دايما بنحب يكون عندنا للساب ونعرف جمهور النادي الأهلي الأخبار المتعلقة بمشوار الفريق محلي وإفريقي خلال الفترة الأخيرة فدايما الحمد لله بيكون عندنا السابق في موضوعات عديدة ومن خلال متابعتنا لكل الملفات في الفترة الأخيرة دي آخر حاجة وأبرز حاجة عشان لو عالسوشيال ميديا فيه كلام كتير ده الكلام الرسمي اللي وصل لي منذ قليل